موسيقى موسيقى هيئة مكافحة الفساد تنظم يوم غد الثلاثاء المؤتمر الدولي السنوي للعام 2022 تحت عنوان مكافحة الفساد مسئولية وطنية جماعية يركز المؤتمر على المسئولية الوطنية الجماعية والحاجة لها باعتبارها ضرورة وضمانة لنجاح جهود تعزيز النزاهة ومكافحة الفساد للمزيد أكثر عن هذا الموضوع ينضم إلينا عبر أو من داخل الاستوديو دكتور حمدي الخواجة مدير عام التخطيط والسياسات في هيئة مكافحة الفساد أهلا ومرحبا بك معنا لليوم أهلا بك بالبداية نبدأ معك دكتور حمدي يوم غد سيُعقد المؤتمر الدولي السنوي لعام 2022 تحت عنوان مكافحة الفساد مسئولية وطنية جماعية تفاصيل أكثر عن هذا المؤتمر وأين سيتم إنعقاد هذا المؤتمر يعني مساء الخير أشكركم على الاستضافة مؤتمرنا هذا هو يجي بنسخة الرابعة يعني كل سنة نعمل بمناسبة اليوم العالي من مكافحة الفساد المصادة 9-12 ورح نعقد المؤتمر قبل بيومين من هذا التاريخ اللي هو بستة وسبعة اللي هو غدا إن شاء الله صباحا الساعة التاسعة صباحا في فندق الميليونيوم ونحن مقدمين على هذا المؤتمر وكلنا أمل بأن يتوج بمجموعة من التوصيات التي ستشكل مدخلا أساسيا ورئيسيا إلى صناعة السياسة الفلسطينية باتجاه تعزيز مبادئ وأسس ومكونات وإجراءات ومحتويات الشفافية والنزاهة والبيئة الطاردة للفساد في كافة المؤسسات الوطنية وبالتشارك والشراكة الكاملة مع المؤسسات بكافة أطيافها إذن المؤتمر يأتي المكتوب بنعرف من عنوان والمؤتمر سيكرس ويعزز المسؤولية الوطنية الجماعية وطنية من أجل أنه دائما نتذكر أن هناك وطن اسمه فلسطين بحاجة إلى جهود جيدة بحاجة إلى إمكانيات فكرية ودهنية واستعدادية وطنية عند كافة أطياف المجتمع الفلسطيني للتخلي عن أي تصرف قد يفضي إلى فساد لاحقا وبالتالي نحن نناشد كافة المواطنين التي دائما نقف بصف هذه المواطنين الفلسطينيين بأن يترفعوا عن البحث عن الفساد أو الدعوة باتجاه أن نستخدم وسائل من أجل الحصول على خدمة أو منفعة معينة كما ندعو المسؤولين في كافة المؤسسات سواء كانت مؤسسات حكومية أو خاصة أو حتى مجتمع مدني وغير ذلك بأن يترفعوا أيضا عن أي شبهة قد تحوم حولهم في موضوع مكافحة الفساد وبالتالي هناك مسؤولية عند الجميع الجميع مدعو إلى هذا المؤتمر للوقوف أمام المواطن وإظهار جميع ما قدموا من أجل ضمان بيئة طاردة وبيئة مكافحة للفساد فهذا هو مغزى المؤتمر ونحن نأمل مشاركة واسعة من كافة المؤسسات في كافة الكطاعات وهذا ما يستدل من برنامج المؤتمر الذي سيستمر على مدى يومين نعم ما هو الهدف الأساسي من هذا المؤتمر الذي سيعقد يوم غد؟ يعني الهدف الرئيسي من هذا المؤتمر هو فتح مجال للحوار ما بين هيئة مكافحة الفساد وما بين المؤسسات كافة وبصراحة نحن نتطلع إلى أن تقوم هذه المؤسسات مقام هيئة مكافحة الفساد في كافة إجراءاتها فهيئة مكافحة الفساد صداها يجب أن يصل إلى هذه المؤسسات وأن تقوم هذه المؤسسات على كافة المستويات وبكافة الكطاعات ولا أدعي بأن هناك فيه كطاع مترفع عن الفساد دون غيره أو كطاع النزاهة والشفافية فيه أفضل من غيره هذا مجتمع وهناك قد يظهر حالات فيها فساد وتصلنا بلاغات وتصلنا شكاوى لها علاقة بالفساد في كافة المستويات وعلى كافة الصعود وفي كافة الكطاعات فنحن نتطلع من وراء هذا المؤتمر أن يكون لهيئة مكافحة الفساد ضلال في الطرف الآخر لدى هذه المؤسسات بأن تقوم بإجراءات صارمة قوية جيدة جبارة انضباطية لها وقع على عملية الإصلاح في داخل هذه المؤسسات ما بدنا نحبر على ورق ما بدنا نشوف أن هناك فقط تغني بالنزاهة والشفافية دون فعل حقيقي وشعور داخلي لدى كافة المستويات الإدارية في كافة الكطاعات بأن يكون هناك نزاهة لدى الأفراد وهناك جوانب أخرى مرتبطة بهذه النزاهة وهي الإجراءات المتبعة يعني بحاجة أن نعزز الرقابة الداخلية رقابة الذات رقابة المؤسسات الالتزام بالقوارين الانتزام بالأنظمة الترفع عن ممارس الفساد نقول للناس لا يعني هذا الإشي لازم نوصله وبالتالي هذا المؤتمر هو فضاء مفتوح أمام الجميع للحوار حول دورهم لتعزيز هي الانتماء الوطني لتعزيز المسئولية الجماعية لتعزيز هي التكاملية في مكافحة الفساد المكافحة الفساد ليست حكرا على مؤسسة ليست حكرا على هيئة مكافحة الفساد بل هي مسئولية جماعية لدى كل الفلسطيني يجب أن يشارك فيها نعم ما هي أبرز القضايا التي سيتم تركيز عليها بالمؤتمر وستكون لها المحاور الكبرى غدا في المؤتمر يعني لعل المحاور الثلاث التي يعني طرحها المؤتمر وفي سياقها هناك مجموعة من أوراق العمل التي سيتقدم بها يعني ممثلين عن الكطاعات كافة لما نحكي عن الكطاعات كافة ما فيه كطاع رح يستثنى من أنه يقدم يدلب دلوه في هذا المؤتمر ويسمع ملاحظات الحضور في هذا المؤتمر حول أداء مؤسسته أو أداء القضية التي يتحدث عنها وبالتالي المحور الأول سيبرزلنا التي هي مجموعة من الحوارات والنقاشات التي ستدور حول المؤسسة الرسمية يعني نستهدف في هذا المحور والذي سيمتد لكافة اليوم الأول بده فقط يستهدف المؤسسات الرسمية ودورها اللي قامت فيه لتعزيز النزاهة والشفافية على مدى سنين طويلة هناك إجراءات تم اتخاذها في كافة المؤسسات وعلى مستوى التوظيف وعلى مستوى الأداء المالي في الدولة وعلى مستوى الكطاع الصحي هناك إجراءات تم اتخاذها صدقا وفيه هناك بوادر لأنها تظهر وتبين ويصير فيه هناك فعلا رأي مساند لهذه الإجراءات التي تم اتخاذها من قبل هذه المؤسسات وبالتالي نجيب هذه المؤسسات سواء الحكومة أو بعض المؤسسات الحكومية أو المؤسسات التي هي الإدارية التي تتابع القضايا الإدارية مثل دوان الرقابة المالية الإدارية شو دوره وشو عمل وشو قدم وين ملاحظاته ودوان الموظفين الآم كمان يقول شو عمل في التوظيف وهل التوظيف فيه واسطة فيه محسوبية هل هو نزيه بكرة سنسمع منهم والمواطن أيضا مدعو أن يشارك في هذا المؤتمر ويقدم ملاحظاته ويقدم ترصياته نحن هنا فاتحين المجال على مصرية للجميع أن يتحدث بطلاقة وشفافية ويقدم رأيه الموضوعي النزيه اللي مبني على كمان على معلومة لأنه في النهاية الانطباعات اللي ممكن إسوقها المواطن قد تكون غير حقيقية وبالتالي نحن نبحث عن اللي هي يعني زي انتقادات إيجابية نبحث عن حوار بناء وليس يعني فقط أنا موجود من أجل أنه أقدم انتقاد للمؤسسة الرسمية في اليوم الثاني رايحين على الجزئية الأولى من هذا اليوم رايحين نستهدف الكطاعات المختلفة فبالتالي لدينا جلسات بدها يعني تناقش دور المؤسسات غير الرسمية في جهود مكافحة الفساد مثل الكطاع الخاص مثل مؤسسات المجتمع المدني مثل الجمعيات التعاونية وأيضا الإعلام وفي جلسة مهمة جدا بموضوع الإعلام وجميع الإعلاميين مدعوين لوقوف على هذا النقاش الذي سيكون في هذه الجمعة كل مؤسسة راح تقدم كيف هي كافحة بالفساد بمؤسستها الخاصة ولكن هناك راح يكون المواطن راح يكون مستمع في هذا المؤتمر الشعبي العام فيه مدعوين لإلو أطياف مختلفة من المجتمع الفلسطيني راح يقولون لهم لا نلمس بحاجة إلى المزيد لدينا إشكاليات في 1, 2, 3, 4 فهذا دورهم أنهم يستمعوا لهذا المواطن في هذا الفضاء المفتوح وهذا المنبر الحر اللي نطلقه في المليونيوم غدا إن شاء الله في 6 شهر وبعد غدا إن شاء الله راح نستمر وبالتالي الجلسة الأخيرة راح نحاور فيها موضوع الانطباعات لدى المواطن وتعزيزها فيما يخص ملاحقة شبهات الفساد وبالتالي راح تيجع عندنا الشرطة والأمن الوقائي وهيئة مكافحة الفساد كانت جهات مختصة في موضوع الضبط القضائية ومن ثم راح نذهب إلى حضور كبير وجلسة حوارية مع النيابة ومع اللي هي محكمة جرائم الفساد اللي هو مجلس القضاء الأعلى العقوبات اللي راح تترتب نعم العقوبات يعني كمان هذول مطلوب منهم غدا تقديم أوراقهم فيما يخص ناع المواطن الفلسطيني بأن هناك جهود حقيقية تسير وتمر ويتم التأكيد عليها دائما وأبدا ونسوم من المواطن ونطلع إلى أن يكون هو أصلا يعني عنده المعرفة الكاملة ويبحث عن المعلومة قبل ما يعطي رأيه فيما يخص جهود مكافحة الفساد لأنه صدقا على أرض الواقع هناك جهود تبذل نعم ما يميز هذا المؤتمر عن سابقيه وماذا سيضيف جديد يعني هذا المؤتمر أولا هو الموضوع هذا موضوع التكاملية موضوع الانتماء الوطني موضوع التشاركية موضوع المسؤولية الجماعية هذا لأول مرة يطرح في فلسطين وبالتالي هو تأكيد على ضرورة أن تقوم المؤسسات المختلفة على رأس الحكومة باتخاذ كافة السبل والسياسات اللازمة لوضع أمام عينيها مجموعة من التدخلات لتعزيز الإصلاح العام لتعزيز جهود الشفافية والنزاهة والحوكمة وأن تكون عمود أساسي من أعمدة الإصلاح في الدولة وهذا نطلع له لأنه يأتي الآن هذا المؤتمر يأتي على مشارف بداية وإطلاق الحكومة الفلسطينية للتخطيط الاستراتيجي متوسط المدى الذي يمتد لحد سبعة وعشرين ألفين وسبعة وعشرين أو ألفين وثمانية وعشرين وهو ما تسمى أجندة السياسات الوطنية اللي كانوا يسموها أجندة السياسات الوطنية الآن مش عارفين الحكومة شو رح تسميها وبالتالي إحنا هذا المؤتمر نتمنى أن يكون مخرجاته هي مدخلات لعملية التخطيط ومن ثم أن تقوم عملية التخطيط على المتابعة من قبل الحكومة أيضا في قضايا النزاهة والشفافية والإصلاح أيضا نحن في هيئة مكافحة الفساد بصفتنا مقدمين على إعداد خطة استراتيجية وطنية عبر كطاعية نأمل بأن تكون هذه المخرجات مدخلات لهذه الاستراتيجية وبالتالي لما نكون مدخلات إحنا معناها بدنا ننفذ توصيات هذا المؤتمر نعم متى إمكانية أو قدرة تطبيق هذه الخطة الاستراتيجية على أرض الواقع عنا في فلسطين إحنا الإمكانيات واردة وهناك تعاون كبير جدا بيننا وبين المؤسسات فيما يخص تطبيق هذه الاستراتيجيات ونأمل المزيد من هذه الخطط بعد إدماج ما يمكن إدماجه من قضايا النزاهة وشفافية في استراتيجيات المؤسسات يعني استراتيجيات المؤسسات أيضا نطمح بأن تحتوي على مكونات لها علاقة بالشفافية والنزاهة ومكافحة الفساد وبالتالي عندما نصل إلى هذه النتيجة نضمن بأن هناك يصير فيه تنفيذ حقيقي وفعال ونشط ويؤدي إلى نتائج إيجابية مستقبلا بعد انتهاء الاستراتيجية وبالتالي تنعكس على رؤية المواطن وحقوقه فيما يخص الخدمات اللي لازم يحصل عليها بنزاهة وشفافية ومسوى وعدل وبالتالي هذا هو هدفنا كهيئة مكافحة الفساد ونطمح بأن يكون هذا الهدف أيضا في الكطاعات المجتمع المدني الكطاع الخاص والمؤسسات التي تقدم خدمة عامة من الكطاع الخاص وكل هذه المؤسسات يجب أن يكون هناك أرضية للنزاهة والشفافية والبيئة الطاردة للفساد ونأمل بأن تكون مقنع على المواطن الفلسطيني ونأمل أنها تطبق على أرض الواقع بجدية وبشفافية ونزاهة نهاية دكتور حمدي كيف سيعزز هذا المؤتمر من المسؤولية الوطنية الجماعية في مكافحة الفساد الآن هذا التعزيز يعني هو حتما سيكون وأصلا هو التزام الأطراف المختلفة وعلى المستويات كافة يعني عندنا المستويات اللي جاية مشان يعني تقدم رأيها وتقدم يعني شو اشتغلت عندها هي مستويات رفيعة يعني المستويات التمثيلي للمؤسسات مستوى عالي رح يكون إن شاء الله في المؤتمر وبالتالي أصلا المؤتمر هو يعزز المسؤولية الجماعية بوجود كافة الأطياف من الشعب الفلسطيني هذا المؤتمر هذه واحد ثانيا أي فكرة يعني بتنترح في مؤتمرات أنا أعتقد جازما بأنه تساق لاحقا في خطط وسياسات المؤسسات وبالتالي الآن نشهد الكثير من خطط المؤسسات التي لها بعد مرتبط بالإصلاح الكثير من هذه المؤسسات وهذا يأتي تباعا يعني ما بيجي بيوم وليلة بده تراكمية وبده يعني استعدادية وبده وبالتالي نحن طموحنا دائما أن نبقى على استمرار مع المجتمع مع مؤسساته ومؤسسات الدولة أيضا في العمل المشترك لتعزيز هذه البيئة في داخل المؤسسات وإقناع المواطن فيها نعم بدي أشكرك دكتور حمد الخواجة مدير عام التخطيط والسياسات في هيئة مكافحة الفساد على جميع هذه المعلومات والتفاصيل شكرا لك شكرا لكم شكرا لكم